السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيث تهدى الدرس خاصة بمادة الگرامار والعنوان هو انغيشسمان وردكسيون دو الافخاز اغناء وتقليط الجملة نقرأ الجمال الجملة الاولى دن لكمبارتمن ونوز اتنو نتخشف ديكيب جيرار في المقصورة التي كنا متواجدين بها قائد فريقنا جيرار لستوف طلب منا النوم والجملة التانية القائد طلب منا النوم السؤال الاول في اي جملة نجد معلومات كثيرة نجد معلومات كثيرة في الجملة الاولى نجيب بي نجد معلومات كثيرة في الجملة اتنان نجيب بي نجد معلومات كثيرة في الجملة اتنان هيا دون لكمبارتمن ونوز اتنو نوتر ديكيب جيرار الاسطوف وفي السؤال الرابع الدوزين فراز هت تشانجي دو سانس؟ هل تغير معنى الجملة التانية؟ ما قول الدوزين فراز نبا شانجي دو سانس الجملة التانية لم يتغير معناها الرئيسي حيث حرفت فقط المعلومات الإضافية التي ذكرناها في جواب السؤال الثالث ننتقل إلى فقرة جو مانيبول جو ريفليشي السؤال الأول جو سلين لما كو جو بسي بخيمي يجيك خلاف خاص غدويت أسطر على الكلمات التي يمكن أن أحدفها وأكتب الجملة المختصرة في الجملة A قبل الصعود إلى القطار المسافرون يشترون التذاكر من شباك التذاكر الكلمات الإضافية في هذه الجملة هي ونحصل على الجملة المختصرة المسافرون يشترون التذاكر في الجملة B Pendant les vacances je m'amuse avec mes gentils copains sur la plage خلال العطلة أستمتعوا مع أصدقائي اللطفاء على الشاطئ وبحدثنا للمات الإضافية وهي Pendant les vacances والصفاء جنطي وعبارة sur la plage تصبح الجملة جو ممز avec mes copains أستمتعوا مع أصدقائي السؤال الثالي تصبح الجملة بعد تمديدها نقوم بقى لاريفيارة دبو كرك جور نخيم قرب النهر منذ بدعة أيام نمر إلى فقرة جمانتخين والسؤال الأول جسولين للموكي انغيشيس الأفراز إيجولا غي يكري نسطر على الكلمات التي تغني الجملة وأعيد كتابة هذه الجملة الجملة الأولى نجدوى نزالنا بخارج لنقوم بخارجة لجمع أشخاص اليوم نأخذ الحافلة من أجل الذهاب إلى البادية عند جدي وجدتي وبحذفنا للكلمات الإضافية وهي أجردوي فنحصل على الجملة المختصرة نزالنا بخارج سوف نأخذ الحافلة والجملة الثانية وفي السؤال الثاني جملة الثاني جملة جملة تأخذ الطائرة للذهاب إلى باريس وفي الجملة B يعد حقيبة بإضافة هذه الكلمات على هذه الجملة المختصرة تصبح قبل الدهاب يعد حقيبة كبيرة نمر إلى فقرة جميل والسؤال الأول جميل أغني الجملة التالية الجملة A لتخل أنتر أنغار دخل القطار إلى المحطة بإغناء هذه الجملة تصبح لتخل أنتر أنغار دخل القطار السريع إلى المحطة خلال بضع دقائق وفي الجملة B نذهب إلى تنجة نذهب إلى تنجة بعد إغنائها تصبح نذهب إلى تنجة خلال العطان المدرسية نذهب إلى مدينة تنجة وفي السؤال الثاني جملة مختصرة يمكن كتابة هذه الجملة نبيل جو بالن نبيل يلعب بالكرة وفي السؤال B أغني الجملة التي كتبت وهي نبيل جو بالن فتصبح الجملة كل دمانش نبيل جو بالن دانسان جردن كل أحد يلعب نبيل القرة داخل حديقته